السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفة هناك خبر عاجل ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة أشخاص وفي فرنسا إلى ستة أشخاص هذا هو الخبر العاجل الذي وصل في هذه الأثناء ووعدتكم أصدقائي بأنه إذا كان هناك أي جديد يخص هذا الوباء سوف أخبركم به أول بأول كان في الصباح كان في المساء كان في الليل سأخبركم به بمصادر موتوقة كي لا تنتشر الإشاعات الخمسة أشخاص المصابين الآن في ألمانيا كلهم في منطقة واحدة وكلهم يعملون في شركة واحدة وكلهم من مقاطعة بايرن كلهم يعملون في شركة ويباستو شركة توجد جنوب مدينة مونشن في مدينة شتارنبيرغ في تلك الشركة جاءت لها موظفة صينية تعمل في شركة مشابهة يعني هم نفس الشركة واحدة في الصين واحدة في ألمانيا يصنعون قطاع غيارة السيارات جاءت إلى هناك وكانت حاملة معها الفيروس وأعطت الفيروس إلى موظف ألماني الموظف الألماني كان عنده كونتاكت وكلام وكان يشتغل مع أربعين موظف من بين الأربعين الآن هو ومعه أربعة موظفين أصيبوا كلهم بالفيروس يعني رسميا وفي ألمانيا فيروس كورونا يوجد فقط في مدينة يعني من عند هذه الشركة فقط في مقاطعة بايرن الشخص الخامس تم الإعلان عنه في هذه الأثناء لكن أيضا وزارة الصحة في بايرن أمرت أربعين شخصا إضافة إلى زوجاتهم وأطفالهم أي بمجموع تسعين شخصا من موظفي تلك الشركة مع زوجاتهم وأطفالهم بأن يبقوا في البيت وممنوع عليهم مغادرة البيت لمدة أسبوعين أو لمدة ثلاثة أسابيع إلى أن تأمر السلطات الألمانية بمغادرتهم للبيت ويرغبون الآن بأن يبقوا في بيوتهم إلى غاية أن تمر أسبوعين وينظرون هل فعلا أخذوا العدوى لأن الشخص إذا أخذ العدوى سوف تظهر عليه العلامات بعد أسبوعين إذن تسعين شخصا الآن في بايرن موظفي شركة ويباستو ويباستو يجب عليهم البقاء في البيت وارتفاع عدد الأشخاص المرضى إلى خمسة أشخاص ونتمنى أن هؤلاء الأشخاص لم يكن عندهم أيضا أصدقاء أو التقوا بناس أو خرجوا إن شاء الله يعني أن لا ينتشر الفيروس أنا مهمتي أن أخبركم بما حصل في فرنسا أيضا بالنسبة للأصدقاء المتابعين من فرنسا أصبح عدد المصابين هو ستة أشخاص في هذه الأثناء وفي هذه الساعة جاء خبر إصابة طبيب فرنسي يعمل في المستشفى أصيب أيضا بالفيروس إذن هذه أخير المستجدات ألمانيا فيها الآن خمسة حالات رسمية ومنظمة الصحة العالمية في هذه الأثناء أعلنت بأن فيروس كورونا وباء عالمي باقي المدن في ألمانيا الحمد لله لا يوجد فيها شيء كانت هناك فقط حالة شكوك لأن فيروس كورونا يشبه في أعراضه يشبه الإنفلوانزا القريب العادية التي تكون في فصل الشتاء من ارتفاع الحرارة ومن أيضا ضيق في التنفس نتمنى السلامة للجميع إذا كان أي جديد سأخبركم به أول بأول خمسة حالات رسميا لفيروس كورونا الآن في ألمانيا شكرا على المتابعة السلام عليكم إلى اللقاء